مرحبا بكم احبائي ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي اليوم ان شاء الله سنحضر معكم الجاج المغربي واحد طريقة اللي رائعة ومختلفة شوية اليوم ان شاء الله سنحضر الجاج بلابس له كنقدو انا بهذه الطريقة كنتمنى تعجبكم الطريقة ديالي واتبعو غير المراحل اللي سنحضر معكم غدي تحصلوا على واحد دجاج واحد لاصص اللي هائلة واللي اول مرة كيشوف القنات ديالي انتمنى ما يبخلش عليها ويدير ابوني ويدير جيمل عجبته الوصفة ومنساش تفعيل جرس هكذا دائما غدي يوصلوا جديد لفيديوهات ديالي كيفما كيبال لكم هادو من المكونات اللي غدي نحتاجو ديبا غدي نقول لكم الطريقة والمقادر بالطب هنا يا عندي انا الكيمية عندي ثلاثة ديالة دجاجات كيفما كيبال لكم هنا يا ثلاثة دجاجات انا غدي نعطيكم المقادر اللي غدي تناسب هاد الكيمية ديالتاج او اول حاجة عندي معلقة كبيرة زنجبيل و معلقة الا معامرش كبيرة ديالة الكورقوم غدي نقبوهن في واحد الانا اول واحد دبصل وعندي هنا واحد الكمية ديالة الالقزبور ومعدنوس التومام introduومين بهاده الطريقه انا ايه ما كترتش بزاف القزبور ومعدنوس تقريبا واحدة ثلاثة المعالق ما كترتش بزاف حنت غالي ندير القزبور مربط عندي واحدة ربع حامضه مصيره ولا حامض مرقد وعندي واحدة ربع حامضه طريه كي اعطينا حتى واحد منك هاللي لديدة القشرة ديالو كتلق لنا واحد منك هاللي بنينا ومن طبيعه الحال راكم تتعرفوا بلا المصير كي يكون مملحوا التواكعتنا ديك هاللي ديالججي لنا غادي نحاولو نحيدو ذوك العليفات ذوك العليفات ديال المصير كيتلقو لنا المرارة تجربي لنا ممتقات تصبح ثلاثة وحبت اضافة اصباد اصفة اصفة وعندي شوية من بسي بيسا واحدة العريش صغير وعندي هنا يضامة لبنة ديال الزعفران هذا هو يعطينا واحدة نكهة قوية واللي ما ما يعجبوش يقدر ما يستعملوش يستعمل غير الزعفران العادي انا غادي نديرهم بجوج انا ما حاولش نكتر هذا كضامة ديال لبنة كيف ما كتعرفوك تكون شوية مالحاب ومن طبعه الحال عندنا المصير كيكون مالح ومن بعد غادي نخدم شوية ديال الزعفران ولكن ماشي دابا حتى ندير تشكي طيب وغادي ندير واحدة كمية صغيرة ديال الزعفران شعرا وعندي هنا هدا القزبور ومعد نوس مربطين حتى وغادي نضيفه في الاخير غادي نحاول نحرك هاديك تشار ميلة ديالي وانا اضفت كاس دياله زيت الزيتون كنستعمل غير كاس دياله الزيتون تقدرو انتم تديروا نص نص دياله زيت المائدة مع زيت الزيتون غادي نحاول نشار ميلة ديالي من الداخل ومع لبرة نحاول ندخلك تشار ميلة في القاعد دياله الجلده هاكدا غادي تنكه لي اللحم جيدا اضفت كاس دياله يمكنكم ان تضيفوا وحده المعلقة دياله سمن انا هنا اياه ما متوفرش عندي سمن ما لقيتوش وكنت فيطن صعيبة و لكنها تسالة لي ومن بعد هذيك تشر ميلة اللي غادي تبقى غادينا نحتهم الفق حتى هي وغادي نرمي القزبور ومعد نوس مربطي وغادي نضيف واحدة ربع ديال حامضة كيفما قد يكون ديك القشرة ديال الحامض كتعطينا واحدة نكهة اللي رائحة كتعطينا ديك النكهة ديال السيترون انا غادي نضيف غير ربيع تقدروا تدير انتم مجيج حينت انا قصلتم مزيان بالملحة كان ملحان دي الجيج ومن بعد ما اه شرملنا الجيج زيالنا دابا غادي نعقدو لها الرجيلات ومن بعد غادي ندوزو باش نديرو فيه الماء ونديرو هي طيب غادي نعقد ليه دوك الرجيلات وغادي نحاول نجمعو شوية باش ميتشتشلية عند الطياب كيفما بلكم انا ما مدرتش البصلة من بعد مجمعة الدجاج ديالي على هاد الطريقة كيفما كيبلكم حاولت نجمع لها الرجيلات وجنوحات هكذا كيطيب مجموع ومن ايكا تقليكي يجي شكل ديالو زوين ومن بعد غادي نضيف واحد شوية ديال الماء الماء لحسب الاناء اللي عندكم المهم حتي يتغطى على الاقل نص ديال الجيج وده بغادي نديرو هي طيب على نار مهيلة انا درتو هنا كيطيب رغب قد كندور فيه احتضر على الجوانيب كاملين ومن بعد كنحطو على السدر ديالو من بعد اما تقبت السدر واحد شوية غادي نحطو على السدر ديالو يطيب على نار مهيلة كيفما كيبلكم هنا يا ومن بعد ما طبع عندي الجج انا كنحيضو كنزولو من ذاك الماراق وكنخليه ينشف باش ندوزو نقليوه ولا ندوزو من الفرار اللي حسب الرغبة ديالكم وغادي نخلي الماراق ديالي غادي نمشي نضيف عليه واحد الكيميه ديال الكبدة كيفما بلكم هنا ره الجج طايب غادي نخليه ينشف وده بغادي ندوزنا ندير واحد الكيميه ديال الكبدة ديال الجج تقدروا تضيفو حتى لالجوانس ديال الجج انا خدي تغير الكبدة هي اللي قد عجبنا بالساف غادي نخلي هطيب على ذاك الماراق حتى يتلبى لي الماراق ديالي ويتحرب تقدر تجيكم هاد الطريقه ديال هاد الجج بلابسله غريبة شوية ولكن انا كندير هاد الطريقه تتجيل دياله كنت من اغير بتجربوه ومطبعه لحال روني ضفت الزعفران ما صورتش هاد المرحاله ضفت واحد شوية دياله زعفران شهره قبل ما نزول الجج غادي نخليه الكبدة ديالنا يطيبو على نار مهيله حتى يتلبى لينا الماراق ويطيب جيدا من بعد ما نشف عندي الدجاج راني درتو كي تتقله وتقدرون انتم إلا ما كيعجبكمش الدجاج المقلي تديروه الدهنوه بواحدة شوية ديال الزبدة وتديروه في الفران ولكن انا النكهة دياله الدجاج المقلي كتجي مختال فبزة فعلا نكهة ديال الفران غادي نحاولو نقلي ودجاج ديالنا من قاع الجوانيب حتي تتحمر لينا ويتقرمش عندنا ديك لالقشرة ديال الفوق وهنا الماراق ديالي ودوك لكم بيادات اللي يطيبوه حنا يطيبوه يتلبو ويتشحرو ومن بعد كنضيفو عليهم واحدة شوية ديال الزيت والأحمر وهذا الشاكل ديال الطبق ديالنا وديال الدجاج ديالنا كنتمنى يعجبكم وينال ريضة ديالكم وتجربوه بهذه الطريقة بدون باصل كيجي فعلا واحدة الدجاج اللي ممتاز جربوه ومن بعد غادي تترضو علي في التعاليق الشكل ديالو كيجي لديد بزاف وجميل كنتمنى تجربو هاد هاد الدجاج ويكوننا لردة ديالكم هاد الفيديو وما تنسونيش في التعاليق وفلي لايك من طبيعة الحال ووصلت معاكم من نهاية الفيديو كنتمنى نلقاكم في فيديو اخر بخير وعلا خير وبصحة جيدة وبسلامة ترجمة نانسي قنقر امشى باردنا خيارتنا 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 شكرا